أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقدون لا ترقدوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتكذ لهوا لاتخذناه من لتنا إن كنا فاعلي بل نخذف بالحق على الباتل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلئة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلئة إلا الله لفستتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسعل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتقى ولا يشفعون إلا لمن ارتقى وهم من قشيته مشفقون ومن يقول منهم ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رسقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميت بهم وجعلنا فيها فجاجا صبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معردون وهو الذي قلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتكذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آبا إلهتكم وهم بذكر الرحمن وإذا رآك الذين كفروا إن يتكذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صاتقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يقفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون غتها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سكروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم مؤردون أم لهم آلئة تمنعهم من توننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما هنذركم بالوحي ولا يسمع الصم التعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحكم من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا خادمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من قودل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم في الغيب وهم من الساعة مشفكون وهذا ذكر مبارك ألزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم ورشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في طلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قال ربكم رب السماوات والأرض فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا متبرين فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضرون قالوا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بودا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وقل لن جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إسنادا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من القرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه ونموا القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاشفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشيطان من يغوثن له ويعملون ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من در وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغادبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فإني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكره يا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويتعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخناها فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا ترجعون هتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حتب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاكسة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من آذاب الكنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله عصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس جل للقطب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها ذال بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب يحكم بالحق قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجاتل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبرهوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعث علم شيئا وترى الأرض هامتة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج فهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجاتل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقفه ليذل عن سبيله له في الدنيا قذر ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب إلى وجهه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قصر الدنيا والآكرة ذلك هو القصران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يذقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينسره الله في الدنيا والآكرة فليمتد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينثر هل يضيبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان قسمان اختصموا في ربهم هذان قسمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رقوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد قل ما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه بلباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعان فاكلوا منها وأطيعوا البائس الفكير فاكلوا منها وأطعموا البائس الفكير ثم ليقطوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعزم حرمات الله فهو قير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا كول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكر ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموه وبشر المحبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقبيل عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاكبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب المدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قامية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعطون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيت وينسق الله ما يلقى الشياطين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشياطين ألقى الشيطان وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيه فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يوقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاك بعيد وليعلم الذين أوتوا وعلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لها وإذا تمنى الشيطان fuck the article لهم اهد plpm ويغله الساب igent والله يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدقلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينسرنه الله إن الله لعفور غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يتعون من دونه هو الباتل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخدرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له والغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقطع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنه الناس كوم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكاتون يسطون بالذين يطلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ذرب مثل فاستمعوا له إن الذين تتعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه من ضعف الطالب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقبيل عزيز الله يسق في من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجايدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتسموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم